تشهد الدول الأوروبية موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا سجلت خلالها أرقاما قياسية منذ ظهور الوباء في عموم أوروبا وصل عدد الإصابات الكلي إلى أكثر من 6 ملايين و 600 ألف إصابة بينما تجاوز عدد الوفيات 230 ألف وفات في إسبانيا تقترب الإصابات من حاجز المليون إصابة بينما وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 33 ألف وفات بينما أعلنت السلطات الصحية في فرنسا عن تجاوز الإصابات حاجز 800 ألف إصابة في بريطانيا وصل عدد الإصابات إلى 670 ألف حالة بينما ارتفع عدد الوفيات إلى أكثر من 43 ألفا وقد أفادت السلطات الصحية في إيطاليا بتجيل أكثر من 381 ألف إصابة حتى الآن بينما ارتفع عدد الوفيات إلى أكثر من 36 ألف حالة إلى ألمانيا تقترب عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا حتى الآن من 350 ألف حالة بينما يقترب عدد الوفيات من 10 ألف ألف